ما أشبه الليلة بالبارحة من بعيد تترقب واشنطن ما ستخرج به القمة الصينية العربية البنعقدة في الرياض حيث اتفاقات اقتصادية ضخمة تنتظر الصين غريم واشنطن الاقتصادي ومنافسه في منطقة نفوذها فكما وقع بايدن وثيقته الاستراتيجية في شهر تموز الماضي مع العربي في قمة جدة يوقع الرئيس الصيني شي جين بينغ مثيلتها مع قادة العرب المجتمعين في الرياض لا على طاولة القمة فحسب بل على موقف ربما لم تعد واشنطن التي طالما رأت في علاقاتها في المنطقة العربية منطقة شراكة تصل الى مدى الاحتكار يؤكدها التعاون الامني والعسكري لكن موقف بايدن من ايران غير كثيرا من هذه العلاقة ففي الوقت الذي تداهن فيه الادارة الامريكية النظامة في طهران من غير مسوغ مفهوم يعزم العرب امرهم بامتلاك ورقة ضغط قد تجعل واشنطن تعيد النظر في سياساتها وتعيد التموضع وتتحسس موقع ارتكازها جدول عمل الرئيس الصيني في اثناء زيارته السعودية المستمرة ثلاثة ايام تضمن عقد ثلاث قمم اولاها مع المضيف السعودي وولي عهده ثم قمة خليجية تجمع ملوك الخليج وأمراءهم وتختتم بقمة عربية موسعة يحضرها اكثر من ثلاثين قائد دولة ومنظمة دولية ما يعكس اهمية هذه القمم وتؤشر الى ما بعدها مبادرة الحزام والطريق الصيني والتي ابدأ اغلب الدول العربية رغبتها في المشاركة فيه والتي تستفيد منه اوروبا باتت محل قلق واشنطن والذي تره اذانا بانفراط العقد من يديها ولسيما ان الصين تسللت بادواتها الناعمة عبر قاعدة الربح للجميع وعنوان زيارة الرئيس الصيني للسعودية وقممه الثلاث هو الشراكة التي اعلنها العرب واضاعها الامريكيون واستثمرتها الصين